أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي هو برنامج مصري وضعته الدولة المصرية متابعاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة البرنامج في ضوء المستجدات التي حدثت وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أن الفترة القادمة لن يتم فيها اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين وخدينا أكد مرة أخرى أن كان النقاش الرئيسي هو أن احنا كدولة في ضوء هذه الظروف والخطوات اللي تمت أن احنا الفترة القادمة مش عايزين ناخد أو مش هناخد أي قرارات من شأنها أنها تضيف أعباء مالية إضافية على المواطنين وكان هناك تفاهم كامل من الصندوق لهذا الأمر وطبعا حضراتكم متابعين لجنة المراجعة بالفعل بدأت عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنين من الحكومة سواء وزارة المالية أو البنك المركزي أيضا مع بقية الوزرات وحيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين لكن الشيء المهم جدا اللي أنا حابب أن أنا أوضح هذه الرسائل السيدة مديرة السندوق هنقت الدولة المصرية وهنقت الحكومة بالخطوات النكحة اللي أمنا بيها واللي أهمها أن فعلا هناك مرونة حقيقية في سعر الصرف وأن هناك النهاردة قدرة على الحمد لله استقرار هذا السوق وكأكدت وكلام ده كله من خلال الواقع العملي أن لا توجد أي طلبات متأخرة أو يعني موجودة في البنوك وإحنا مش قادرين أن إحنا ندبر لها العملة الأمور هناك معايير كاملة عشان تطمئن أي خبير بأن هناك سعر صرف المارين الحمد لله كلها متحققة وبالتالي لا يوجد أي شيء يدعو إلى أن إحنا نقول أن هناك الدولة النهاردة بتقيد ولا ما بتقيدش بالعكس تماما هي بنفسها آلة هذا الكلام